اهلا بكم عزيزي الطلبة وموضوع جديد وشيق في جغرافية العالم السياسية المكررة على المرحلة السنوية والنهاردة بنتكلم عن باقي الدرس الرابع في الوحدة السنية اللي هو بيبقى بعنوان مشكلات اقتصادية ذاتة بوعد سياسي اللي هي المياه والطاقة لما نيجي نشوف المشكلات المياه طبعا احنا قلنا مرة قبل كده ان انا عندي مياه داخلية وقلت المياه الداخلية اللي متمثلة فيها البحيرات اللي بتفرض عليها الدولة سياداتها ولا تمثل مشكلة سياسية هنا علشان احنا في كايرو دور بنعمل ربط للمعلومات اتذكر بقى المياه الداخلية اللي هي تثير مشكلة سياسية اللي هي بس تكون متصلة بالبحر زي البحارات الشمالية اللي موجودة عندنا في مصر اتذكر الانهار التي لا تثير مشكلة سياسية زي نهر الميسيسيبي لانه يقع كلياتا منبعه ومصبه في الولايات المتحدة وهنا بنحاول لان احنا قلنا مرة قبل كده ان المادة بتاعتنا مليانة معلومات كتيرة ولابد بصفة مستمرة نعمل عملية فيدباك او تخزيه رجعية بحيث ان انا ما خلاش تقع مني فلما نيجي نشوف المشكلات اللي بتظهر في المياه طبعا بيبع عندنا مشكلتين عند تحديد المياه الاقليمية والدولية في البحر والمحيطات وعند الاستفادة من الانهار الدولية عندي استفادة من الانهار الدولية اذكركم بالانهار الدولية تعال كده معي تعالي كده الدين مخك كده والدين مخك فاكر النهار اللي هو بيفصل بين او بيمثل حد سياسيا بين الولايات المتحدة الامريكية وبين المكسيك اللي هو نهر مين اللي هو ريو جراند افتكره اللي هو غير ضفته ولما غير ضفته حصل ايه حصل ان منطية بنكه خدتها المكسيك بعد ان كانت تبع الولايات المتحدة بدأوا نهر نهر تاني اللي هو نهر الراين اللي هو بين مين ومين اللي هو بين ألمانيا وبين فرنسا وده اسمه خط العمق يبقى أول حاجة خط وسط اللي هو نهر يجران خط العمق اللي هو نهر الرين العمق الملاحي بعد كده عندي شط العرب اللي هو بين بين اللي هو بين إيران وبين بين العراق واللي خطة أحد الجوانم بتاعته زيد نهر بوج المتفرع من نهر فستولة اللي هو ما بين روسيا بلا روسيا وأوكرانيا من جهة وبولندا من جهة أخر طيب بولندا دي ما مردش عليكم قبل كده أولاد فكر كده كله هيقعد بصمه عشان كده بقولك احنا هنا بيستمتع بالمد بولندا دي ما مردش عليكم آه مرت عليهم مرت عليهمت في الوحدة الأولى لما كنا بنتكلم عن دارس الأمة فاكر الأمة والدولة وقلنا هناك أمة تعيش في دولة مثل الأمة البولندية وهناك أمة متفرقة زي الأمة العربية تسكر خلي المعلومة ما تقعش منك أبدا لأن المادة كام من المعلومات لو عدت نشرحها بالطريقة التقليدية دي احنا ما فتنكش بحاجة يبقى دي عرفت أنا دلوقتي لنهر الدولية وعملت على نهر الدولية تغذية رجعية بصرعة أو فيدباك بصرعة عدت أجيبها نهر دولية مثل مين آه مثل نهر يجران مثل نهر الرين مثل شط العرب مثل نهر جوج مثل نهر النيل بيمثل برضو نهر دولي لأنه بيمر في عدة دول طيب عندنا الكلام ده شرحنا في حالة سابقة خلي بالك ده هنا في جزية بنحاول نوضحها عليك تاني قالك بقى بالنسبة خلي بالك من الكلام بالنسبة للدول يبقى أنا عندي دلوقتي طيب فيه أنهار دولية فيه مياه إقلومية فيه مياه محايدة فيه بحار مفتوحة فيه مياه داخلية لازم أخلي بالي وركز وافهم وبعدين أحفظ قالك بقى تظهر المشكلات برضو اللي هي في البحار لما بنكون بنقسم المضايق الله دخلنا في المضايق حد فيكم يتذكر المضايق دي كانت عندنا في أنهدرس حد يتذكر هل تتذكر أو تتذكرين المضايق أذكركم بالمضايق فاكريين المضايق اللي احنا خدناها في المواقع السراتيجية اللي هي كانت في الوحدة الأولى يبقى هنا بقى أتذكر بقى أول ما يجب لي كلمة المضايق البحرية أتذكر المضايق اللي أنا خدت إيه المضايق قبل المشرح كده إيه يا المضايق مضيك جبل طارق مضيك باب المندب مضيك هرمز مضيك مالقة فيه مضيك تاني متطرف هناك فيه أقصى جنوب أمريكا الجنوبية اللي هو مضيك مجلان شكرا مش عايزينك عم مش عايزيني الممرات اللي عندي دي اسمها المواقع الاستراتيجية المياه فيها ضيقة طب وهنعمل إيه بقى المياه ضيقة هنرسم خط تقسيم المياه ما بين الدول بقى لإنه هيبقى فيه دولتين متقابلتين هيتنزع على المياه فهنرسم خط تقسيم المياه وبعدين نعمل حقوق لكل دولة متقابلة وبعدين حقوق لباقي الدول اللي هتعدي انت عارف يا ابني انت عارف يا ابنتي حاجة جميلة جداً هو يعني انا انت عارف المضيق هو الدولة دي تاخد الجز اللي هو اليامية في المضيق والدولة دي تاخد جز والجز اللي في الوسط بقى اعمله مرور للملاحة الدولية حتى لا تتحكم فيه اي دولة وتوقف لي الملاحة الا اذا كانت السفن ايه معادية تمام يبقى هنا انا بتتكلم عن المضايق وتقسيم المضايق اخلي بالي زي مضيق تيران اللي هو ما بين السعودية وما بين مصر دي مضايق خلي بالي من الكلام ده عشان كده قلنا مرة كده احنا عايزين خريطة واحنا بنشره ولياذا في الحلقة القادمة ان شاء الله هتكون فيه عندي حلقة عن الخرايط كلها طيب عندي مشكلات تتعلق بالمصابات الخليجية ما بين الدول زي المصاب الخليج لنار سانت لورانس اللي هو ما بين الولايات المتحدة وما بين كندا نهر اسمه ايه سانت لورانس بين مين الولايات المتحدة الامريكية وكندا اه اه على الطالب اللي هيحفظ ارجع بالزاكرة تاني يبقى الولايات المتحدة ذكر لي فيها كم نهر دلوقتي حد كده يفكرني كم نهر فكر فكر اوه هدخل الطريقة التقليدية هتعقدك من المادة الطريقة اللي احنا بنشرح بيها دي طريقة تربية كنا بندرسها في كليات التربية فعلمتنا ازاي نعمل لك ارتباط فهو ييجي يقولي اه شفت نقضي انا بستعد الامتحان زي لعب كرة القدم اللي بيتدرب وهو بيتدرب بيفتك جملة كروية يقولك اه ده فيه كانت جملة زيها اتفاها طبعا احنا ونفس الكلام في كايرو دار فهنا لما ييجي يقولي تظهر في الدولة لا تشارك في المصاب بالخليج مثل مين سانت لورنس بين مين الولايات المتحدة لا استننا شوية يبقى الولايات المتحدة قلنا فيها كم نهر دلوقتي تلاتة اللي اتذكرهم في المنهج وشكرا مش عايز منك زيادة انا عايز اللي فعل بالمنهج المطقن اللي في المنهج الاول ربنا ساهل تعال بقى شوف اول نهر بين مين ومين شوف انت بقى بين مين ومين بقى شغل الزكرة بتاعتك اللي لسه يلينه دلوقتي بعد كده نهر سانت لورنس وهو بيشرح لك الانهار كأحد الحدود السياسية لم يذكر نهر سانت لورنس ولكن هنا ذكر لك نهر سانت لورنس اعمل نوت الزغير كده واقول له انهار الولايات المتحدة نهر سانت لورنس بين كندا نهر ريو جراند نهر المسيسيبي الذي لا يمثل اي مشكلة سياسية في الولايات المتحدة لان احنا قلنا المصاب والمنبع يا قعان داخل الولايات المتحدة ييجي الطلبة بقى لعبكرة اللي بيطلعوا الاواية يقول لك طب الولايات المتحدة دي هات ممراتش علينا كده يا السلام طب من حيث الشاكل اه مجزة بريا عشان في كنداية اللي بتفصل ما بينها ما بينها طب من حيث النوع فضره لي في طلبة طبعا ده ليه انت انتو بتعملوا الكلام ده طب من حيث الموقع البحري اه بتطلع على جبهتين طب اشهر علماء الجي بوليتيك مهان طب السوق للصناع بتاعها منطقة البحيرات العظمة الا ده فيه بحيرات عظمة اه البحيرات العظمة التي تم تقسيم الحدود فيها في المنتصف يبقى هناك بحيرات شوف ده ممكن في ساعة نخلص المادة بس تكون مركز معايا جيب كل حاجة على النقطة متشترق اوعة تسمع المادة بالطريقة التقليدية هتتعب قوي لا لازم افكر كل ما تيجي معلومة اتذكر ما اصابق وده زي ما نلتقولكم دي طرق طربوية بيتم دراساتها لمعلمي كليات التربية التربية فقط تعالوا بقى بص للنقطة التانية قالك مشكلات تتعلق بالانهار الدولي قالك الاحواد النهرية اقدم ظاهرة طبعية في العالم الاحواد النهرية اقدم ظاهرة طبعية ليه؟ لانها فيها ارض خصبة ادي واحد هتقام فيها الزراعة دي بني فيها مناخ مؤتدلة دي تلاتة ايه ده مش دي السهول اللي احنا خدناها لما كنا بنتكلم عن المقاومات الطبعية وليها مميزات وليها اثار جانبية تذكر انت بقى ولا اقولك ولا افكركم بقى اهمية السهول اللي احنا خدناها ماهينا بقى لو تقطة تذكر استنى شوية اه ده انا خدت هنا حتة هامة جدا انا خدتها فين؟ اه في منطقة المقاومات الطبعية لقوة الدول ثاني حتة في السهول طب ذكر لي السهول ايه؟ السهل الاوروبا العظيم والسهل الموسمي اللي موجود في الصير اتحداكم لو نسيت المعلومة لكن طول ما انت عاد تذاكر والدحي وتحفظ مش عايز اقولكو الحفظ ده زي ما احنا قلنا مرة قبل كده ما تبقاش عامل زي العبد الذي يتلقى الاوامر وينفزها دون التفكير فيها اه ده فقه كلمة سهل مرت على ايامتها في المقاومات الطبعية اه السهول دي اتلاها مويزات ولاها عيوب فاكرين سوالها مويزات واعيوب مويزات اكل الناس عارفها ممكن الطالب يكون ناسي عيوب او الاثار الجانبية للسهول انها مكشوفة دي من الاثار الجانبية سهل الغزو مكشوفة وسهل هم اللي اتنين دمت اللي في الكتاب بقى تقعد بقى تختراعلي بقى 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 بفتح الكتاب وشوف تمام اولاد يبقى دلوقتي اعرفت عندي انهار دولية ارجع بقى للدرس تاني عندي انهار دولية دي لتسبب مشاكل مثل انهار افتكر انت بقى لينه تقال كتير قوي اللي هو نهار مين في دولة مين اللي احد علماء مين السوق للدولة فين تمام ايه الحدود اللي ما بينها ايه الحدود النهرية ايه اسم النهار ما بينها وما بين كندا طب ايه اسم النهار ما بينها وما بين المكسيك تكرار تكرار ما يوقع عليكش المعلومة تمام قالك ايه السبب اللي بيخلي فيه نزاع على الأنهار الدولية قالك واحد حق الملاحة بخاصطة للدول الحبيثة الدول الحبيثة عايزة تعبر طالما فيه نهار ماء بس مش كل الدول الحبيثة اللي تقع على النهار عشان بس نبقى كويسين مع معا عندي دول حبيثة فاكرين الدول الحبيثة اللي هي التي لا تطل على أي مسطح ماء فاكرينها طب حد كده يفكر لدول حبيثة فيه أفريقيا طب أكبر كرة في الدول الحبيثة مين طب لا توجد دول حبيثة فيه كرتين مين ومين هتقعد تبرايق عشان كده احنا بنقول مرة قبل كده اللي بيتابعنا في كده دور بيوضعين اعمل كده لا الطالب التاني بقى اللي على قده مفيش طبعا طبعا طالب على قده على مصطحة مصر خالص هدولك ايه احنا روحنا فين الراجل ده وداني وجابنا هنا وداني هو ده تدريس الجغرافيا تدريس الجغرافيا ان انا اقولك بص الدفاكر الحتة ديات وانها فين تبقى منتبع تخلي بالك معاي يبقى انا عندي المشكلات اللي ايه على نهار الدولية حق الملاح وخاصة الدول الحبيث عايزة توصل للمياه الدولية حق توزيع المياه واقتصامة بين النهار زي ما بيحصل مع نهار النيل دلوقتي مش عارف مين عايزة تعمل لنا سبدا على النيل ازرق اللي هو سبدا النهضة وعايزة تحمل ايه ده فيه ايه فيه ايه وهكذا لكن طبعا مش هتقدر تاني نقطة حق صيد الاسماك وخاصة ان الاسماك في الانهار ما يعني ما بتعرفش حدود سياسية السمك بيمشي براحته ممكن نروح له هنا شوية هنا شوية فانا هستط سمك تلاتة حق توليد الكرباء الكلام ده ما حدش ينسى لاني كلام سهل جدا يعني اقوله تلكم مرة قبل كده الاجزاء اللي احنا عايزين نحفظها بنحفظها الاجزاء اللي افهمها وبعدين نحفظها بتبقى سهلة اول حاجة الملاحة بص شو بقى الطلبة اللي هم بيتابعون اعملها ازاي ده فيه جمل اقوله ملاحة توزيع صيد توليد كارابة بعد ما تقنهم ايه هم جاي كاتبهم لحد الاخر طبعا قلنا في حلقة قبل كده ان انا عندي اتفاقيات دولية بتحكم الملاحة في الانهار زي معاهدة باريس اللي هي انا اتحارب الكرم وكانت بتنظم الملاحة في نار اسمه نار اللي هي الدانوب ممكن انا اجيلك سؤال اولا لا سنة هتيجي واضحة جدا مبدأية بس فيه تكاتبهمية يعني ييجي يقولك معاهدة باريس كانت بسبب نهر كذا ممكن يعني غير السؤال يقولك دلل على صحة او خطأ تلك الابرات معاهدة باريس كانت بسبب تنظيم الملاحة في نهر الرأي الدانوب الرأي قرابين من بعض ممكن الطالب تلخبط شان كده التكرار هو اللي بيه بيمشي طالما فيه ملاحة بفيه خط عمق عندك برضو برشلونة خلاص دي برضو خاصة بالملاحة بقى الدولة تعالى هنا فيه حتة اهمة جدا اولا معاهدة باريس خاصة بمين بنهر الدانوب اما معاهدة برشلونة انا عايزك عايزكوا تسمعوا كويس تفهم كوي معاهدة ايه الاول معاهدة باريس باريس دي خاصة بنهر الرأي خلص شكرا وانا هتحارب الكرب طب التانية بقى اسمعها معاهدة ايه برشلون اعيدلك مش خاصة بالانهار اللي خاصة في اوروبا بس لا دا شامل الانهار الدولية على مستوى العالم واخد كمان معاه القناة اللي ايه الملاحة وهكذا تمام يبقى هنا اما كون بذاكر بفهم وافهم هتلاقي الدنيا بقى تسهل فيه مشكلات تانية هايجي طالب دلوقت او طالب اقول طب فين بيئة الدرس اللي انت بتقول تشرحه دلوقت اقول لك اما انا شارحولك في حالة تانية ممكن اعمل لك عليه حالة السلة وخراية ان شاء الله مشكلات الطاقة الطاقة ديت هي ايه الطاقة دي حاجتين غاز طبيعي وبترول فيه غاز طبيعي وبترول على الابس وفيه غاز طبيعي وبترول على فيقعة البحر بس فين في الرصيف القر يبقى في الرصيف القر بيوجد غاز طبيعي وانا الرصيف القر ده امتداد اليابس تحت سطح المال مصادر الطاقة لا تتوزع بانتظام خلاص على مستوى العالم بعكس الغابات الغابات منتظمة توزحها لأنها مرتبطة بالأقاليم المناخية والنباتية أما الطاقة مرتبطة بتاكونات الصخور ممكن صخور تطلع لفاهم عادن في حتة تانية تتوزيع شوي عشان كده بلاقي مناطق بنجد مناطق فايرة ومناطق غنية فيها الطاقة وكمية الاحتياطي احنا بنقولها تقديرا وليست معلوما ولهذا حدث صراع بين دول العالم في الطاقة طيب قبل ما نتناول الطاقة شباب عايزك وعايزك تخلي بالك معها والله يكلم جميل جدا يعني المادة دي شيقة جدا وجميلة جدا بس إذا ما احنا قلنا عايزين نفهمها وعايزين معها خريطة وعايزين معها أسئلة وما تخدهاش بالطريقة التقليدية طبعا احنا الكلام ده بنشرحه في الكتاب صفحة 87 عشان تبونتوا عارفين وتكملتوا في صفحة 92 و93 هيجي طالي بقولك الله طب ما احنا عندنا 88 و89 عقوله شو راح معالك قبل كده في حلقة سابقة تمام تعال هنا بصوا للطاقة احنا عندنا الطاقة ايه خلي بالك معي الطاقة فاكر الطاقة ديت قبل ما اتكلم معاكم لما كنا بنتكلم عن الموارد المعدنية الاستراتيجية لما كنا بنتكلم عن الصناعات الاستراتيجية والصناعات اللي اه شوفوا الطالبة شوف كل واحد يبص ايه انت يديك يديك الكلام ده موجود عندك في الكتاب موجود عندك في الكتاب لما كنا بنتكلم عن المركب الايه الاقتصادي طبعا احنا مزتنا هنا الكتاب بيبقى صديقنا في الشرح تلاقي عندك في الكتاب صفحة 49 يجي يقولك عندنا الموارد الاستراتيجية اسمها المعادن الاستراتيجية في الكتاب ابتع الكتاب ما هتشي تكذبها جماعة ابتع الكتاب صفحة 49 تلاقي مكتوب يقولك ايه المعادن الاستراتيجية اللي بنحتاجها زي البترول والطاقة اللي بتظهر اهمية توقت الحروب وجنبها الصناعات الاستراتيجية شوفوا السلام على المادة دي شوف بقى الطالب بقى يقولك بقولك ايه ايه رأيك اما نجيب كلمة استراتيجية ديت ونسمها مواقع استراتيجية معادن استراتيجية صناعات استراتيجية جبت كل كلمة اما هوا هدي شغلتنا شغلتنا ان انت تجمع المادة تجمعها تبقى معايا بدل ما تيبقى كبيرة كده واشا لا تصغر وتبقى قوية تبقى عاملة زي العمود الصلب كده فاحنا هنا يبقى انا فكرتك اهو وذكرتكم بالمادن الاستراتيجية والصناعات الايه اللي استراتيجية تعالى بقى لانا كنت عايز اقولك احنا عندنا بطرول وغاز طبيعي وعندنا فحم بطرول غاز طبيعي فحم البطرول يتملي يتركز في الدول النامية الفقيرة صناعية يبقى بيقسم بنسبة كبيرة في التجارة الدولية الفحم يتركز في الدول المتقدمة متقدمة محتاجة طاقة يبقى يقل اسهمه في التجارة ده ايه ده ايه كلام اللذيز ده اهو بطرول فكر كده هو انت لازم توقع تحفظ هو نحفظ نعمل ايه بالحفظ يعني معلش افهم افهم ثم احفظ ثم مزيدا من الاسئلة ثم يساوي بقى كل ده يساوي ايه تفوق مش نجاح البطرول يوجد فين افكر استنى يا ريس انت اعطيت كل حاجة تحكيلي بترول يوجد فين دول الدول النامية الدول النامية فقيرة صناعية يبقى هتصداره طب الفحم ان شاء الله يوجد فين؟ في الدول المتقدمة يا ممم يا كل اسهمه تمام اهو عشان كده لما يجي يقول لي مثلا هي ان البطرول بيصم باربعين في المية في التجارة الدولية يقولك البطرول بيصم باربعين في المية في التجارة الدولية قالك البطرول والغاز الطبيعي سمان باربعين في المية هو مدين الاركام دي على اساس انه من داخلي استنتج وقلنا فيه فرق لو سمعتم ما بين طالب سنوية عامة فرق من طالب اعدادي وفرق من طالب سنة ستة فرق شاسع ما بين الناس دي كلها تمام؟ طالب سنوية عامة ده ده طالب مفكر قبل ان يكون حفيظ تمام؟ اما طالب سنة ستة وثالتة عادية ده ده احنا بنحفظه وبعدين نفهمه لكن انت لازم تفهم وبعدين احفظ عشان تشوف الاساسع يبقى انا عندي هنا كده ان الطاقة اللي هي مصادر الطاقة الاولية متماسلة فيها الفحم والبطرول والغاز الطبيعي وهي العمود الفقر للكوة المحركة في العالم كله خلاص؟ بس خلي بالكم بقى انا معرفش خلي بالك عشان ما يجيلكش السؤال موجود في اربعة تصوية انا لا غير معلوم كميات الاحتياطي كميات الاحتياط ديت غير معلومة بدقة تمام؟ طب ما بيزاد الطلب بقى على الطاقة طب بيزاد الطلب على الطاقة ليه؟ قالك نتيجة ان الطاقة دي بتستخدم في دارة المصانع ودارة العلات ودارة السيارات وتوليد الكهرباء عندنا طاقة اسمها طاقة حرارية طاقة حرارية يعني ايه؟ يعني بعمل محطة ضخمة اللي موجودة في مصر وشغالة بالسولر او بالمزد دي اسمها طاقة حرارية فيه طاقة بقى طبعية تمام؟ ايه الطاقة الطبعية بقى اللي يما صدر الطاقة الطبعية شمس شمس بحار امواج البحر الرياح بطن الارض كده دي طاقة تاجلة المهم يبقى انا دلوقتي عرفت هذه الطاقة عرفت ليه الفحف بيقل اسهمه في التجارة وايضا عرفت البترول ليه بيقسم بيسهمه في التجارة خلي بالكم الحاجات دي بتؤثر فيه شوف بتؤثر فين بقى هو انا بدرسها ليه؟ هو انا بدرسها عشان لوك كلمتين دهم قالك لا دا دي بتؤثر في قوة الدولة وسياسات ليه؟ لان توفرها شوف بتؤثر مصادر الطاقة الاولية تؤثر في قوة الدولة ليه؟ لماذا؟ فسر، دلل، واكذا لانها بتحديد كميتها واسعارها مهم جدا كل دا اهم جدا طب مصادر الطاقة دي عملت سراع دولي صح؟ والله خطأ تلقائيا عملت سراع دولي طب بداية السراع كان فين؟ قالك في الحرب العالمية التانية بين مين؟ ألمانيا ومين؟ والحلفاء قلت مبين مين؟ ألمانيا والحلفاء خلاص عرفنا؟ اهو عدي معلومتك يبقى بداية السراع على مصادر الطاقة كان في الحرب العالمية التانية بين ألمانيا والحلفاء خلاص كله خد عرفة محدش خلاص ما خدش باله منها؟ طب ألمانيا تفكرك بيه؟ تفكر كده؟ سمع ناس ولك الرجل دا يحرجنا تاني اه لازم اه تفكرني بانين علماء هو سوفر و ريتزل هو سوفر أسس الجي بولوتيك ريتزل أسس الجورة في السياسية تفكرنا بايه كمان ألمانيا؟ اه تفكرنا ان ألمانيا دي حدث فيها تغيير بعد ايه؟ في القرن الأخير اللي هو القرن الماضي اندمجت وزاريت لدولة ألمانيا تفكرنا بايه كمان؟ بنهر اسم نهر الرايد بين مين؟ بين ألمانيا وفرنسا شكراً تخشي بقى على المعلومة التانية بقى هنا هيجي طالي بقولك انت دخلتلي لا مش دخلنا احنا هنا بنشرح وفي الشرح بنربط لك المعلومة يبقى لعبة السؤال بقى الأساسي لعبة الطاقة دوراً في الصراعات الدولية دلل فسر واخد بالك دلل جغرافيا اقوله ليه؟ اقوله زي الحرب العالمية ليه؟ التانية لما حدث صراع بين ألمانيا والحلفاء الجميع راح يسيطر على مناجم أو منابع منابع يبقى بطرول مناجم يبقى فحب منابع البطرول فاندفعت الجيوش أملاً انهيت ايه؟ تسيطر على تلك الهيه؟ ازدادت بقى مشكلة الطاقة في الوقت الحالي مع زيادة الطلب عليها خلاص؟ وخاصة من الدول المتقدمة لانها اكثر استهلاكاً ليه؟ الطاقة طب ازمة الطاقة بقى ايه النتاج اللي ترتبت على ازمة الطاقة؟ او ما هي؟ اثار ظهرت اثار الطاقة دي في مشكلتين ايه هي المجالات الرئيسية للعلاقات الدولية للطاقة؟ قالك العلاقات الدولية بين الدول خلي بالك من كلام الدول بين الدول الغربية بعضها وبعض تنافس شديد وبعدين العلاقات الدولية بين الدول الغربية والدول النامية تعمل كده الخريطة شوف كده كل الناس بتسعى على احتلال الوطن عربي والسيطرة عليه بس اني اماكن بتحتلها؟ قالك الاماكن اللي بيوجد فيها بوترول دول الخليج العراق الليبيا السودان لان السودان فيها بوترول يبقى لازم يسيطروا ايه عليها؟ ومن هنا نشأ السراع في منطقة الشرق الاوسط ازمة الطاقة كانت سببا في اشتعال السراع في منطقة الشرق الاوسط تفسر يؤثر بوترول الشرق الاوسط فيها السياسة العالمية تفسر شفت الاسئلة؟ تيجي انت بقى تقول تحفظها؟ ترول الشرق الاوسط بيؤثر فيها السياسة العالمية ما النتائج اللي هات ترتبط على اكتشاف بوترول الشرق الاوسط بالنسبة لعلاقات الدولية؟ كل دي السئلة لازم تخلي بالك منها طيب طب ما انا عندي بقى فيه تعاون دولي؟ حدث تعاون دولي ما بين الدول طبعا بليه بنعمل تعاون دولي؟ ما هلازم يكون فيه عندي تعاون دولي عندي منظمة الامم المتحدة اللي هو برنامج الامم المتحدة للتنمية اللي ظهرت سنة 65 انت ظهرت ليه عام البرنامج الامم المتحدة للتنمية؟ قالك علشان نواجه المشكلات فيه مشكلات رهيبة جدا مشكلة الفقر مشكلة الجوع مشكلة الجفاف مشكلة المياه الطاقة هنقابل الكلام زه حاجة من الاتنين المنظمات الدولية او التعاون الدولي بيخفف من حدد تلك المشكلات عشان ما تتقزمش وتبقى زي ما احنا اتفقنا وخدنا في الوحدة الاولى ان لو زاد الصراع مبين الدول مش هيحدث تنمية مبين الدول ولا هيحدث السلام ايه يا علامي يبقى انا عندي برنامج الامم المتحدة للتنمية ادي واحد عندي صندوق النقد الدولي اللي احنا بنتعرض له تنظيم النقد الدولي ده تنظيم القضايا النقدية الدولي بيقدم دعم للدول تدخل في السياسة الدول وكذا عندي برضو مركز التجارة الدولي اللي هو بيؤدي لتطور التعاون الدولي فيه منظمة الاجزية والزراع لمقرار روما ودي تحسين الانتاج والعناية بالريف فيه منظمة الامة المتحدة اللي انتو درستوى افتامية سنوي اللي هي تأسسة تنة 65 ودي للتنمية الصناعية فيها الدول وفيه عند البنك الدولي للانشاء والتعمير وده بيمون الاستثمارات لغرض الانتاج يبقى انا هنا خدت بالي ان هناك تعاون دولي لمواجهة المشكلات ليه؟ بص بق ليه فيه تعاون دولي؟ قالك لتشابك العلاقات بين الدول على مستوى الدول اكثر من اي وقت فقط كان قبل كده العلاقات محدودة دلوقتي العلاقات كلها تكاد تكون ايه متشابه ولذلك بيحدث يعني بيحدث تصادم ما بين الدول كلها ولما بيأثر في مكان يأثر في مكان اخر يعني لو حدث صراح في الشرق الاوسط بيأثر على العالم كله معادش باكر نايم زي ما نقولك ده قاصر على منطقة الشرق الاوسط احنا شرحنا لكم وزية جميلة ورائعة وعملنا بطريقة غير مباشرة مراجعات سريعة كده زي التكوي على ما سبق والى اللقاء في درس قادم مع تحيات عبد الحميد حمزة المعلم المسائل على مستوى الجمهورية ومدرب معتمد لمادة الجغرافيا في اكاديمية المهن التعليمية